تطلب لمسلسلات البيئة الشامية بشكل ملحوظ وشاركت بتصوير مسلسل الكندوش صحيح للكاتب الفنان حسام دحسين بيك أبدايت إعجابك بالمضمون للبيئة الشامية الحقيقية بتقول شو بيختلف باب الحارة برأيك؟ هل الكندوش هيكون بديل باب الحارة؟ يمسحلنا هيدا الذاكرة والثقافي اللي شربناها من باب الحارة؟ والله يشوف ما منقدر صراحة نحكم إلا لا ينتهي العمل صح مخرجه الأستاذ سمير حسين مخرج تحية إلو تحية إلو مخرج مهم وبحبه كتير وصديقي والأستاذ حسام يعني ممثل وهلأ يعني كتابته زريف كان كتير زريف ومتنوع يعني ككاتب ممثل راقص مطرب يعني هذا كويس واللي أشرف عليه الأستاذ أيمن رضا ابن الوسط الفني يعني بيعرف يتعامل مع الفنانين واللي عم نصوره كتير حلو فيه شغل كتير بس أنا طبيعتي ما بحب إحكي لا ينتهي العمل نحكي كتير يعني؟ ما الحكي ما كتير صحيح لازم يكون الحكي الصحيح لما ينعرض لما ينعرض بالكندوش صرحت أنه بتأدي شخصية عربجي الحارة عربجي؟ أي هو رجل محبوب جدا عنده ولد أزعر وثرخري صحيح بسبب له جلطة وباب الحارة أبو رمزي كمان عنده ولد أزعر صحيح شو القصة اليوم؟ توارد أم طنيت؟ أنا أقول لك أولا أنا ماخد هون دور عربجي الحارة دور فقير كتير بينما هناك أغنى أغنياء دمشق بالكندوش بالباب الحارة أنا تاجر قماش كبير ويعني في عنده تطلعات للزعامة بينما بالعربجي يعني ممكن تطور للشخصية بالأجزاء اللي قادمة لباب الحارة ممكنين أعطى مساحة أكبر أبو رمزي هلأ بالجزء 12 هو ببلش يشتغل على أنه يصير هو الزعيمة شو هذا التوارد أنه يكون الأبن زعوري لا 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 هذا العربجي لأنه طيب كتير طيب جدا ابنه طيب كتير بينما هذا أبو رمزي غني وفي عنده اتنين فشلوا بالتربية يعني طلع أبنهم هيك لا 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 ما بقدر لا لا ما بقدر لأنه العربجي كتير طيب بس حتى في الحياة أحيانا بيكون بيقولوا في بلوعة بلوعة بالبيت بيقولوا فيه ما هي يعني في كتير ناس يعني أبوهن كويس وأمهن كويس وأخواته هو بتلاقي عنده مشاكل بعد كل هالضجة وتسليط الضوء والحكي عن العمل من أكتر من ثلاث سنوات وهالنطرة يعني كان متوقف من شان الإنتاج ورجع هللاقوا وبلشتوا يمكن أن نخلص التصوير للكندوش لا بعضه ما فعل لسه هل بتخاف اليوم بعد عرض المسلسل يكون مخيب للأمال والتوقعات يصدمكم لا بالصوري ما بيكون مخيب لأنه مخرج كتير مهم أنا برأيي وعم بيشتغل عن نص مع الأستاذ وسعم فبالصوري لما يكون العمل بشكل عام بإيد أمينة مخرج كويس بيطلع كويس صرحت وقلت أنه في منتجين بيعاملوا الفنانين على مبدأ الشحادة مين أصدت؟ أيل هذا التصريح بأحد اللقاءات بشكل عام في منتج؟ لا بشكل عام ما بقدر أنا أقول ما أعطك حقك؟ لا لا أنا ما أحد أخدي حقي إلى الآن يعني كل حقي بأخده دائما بس بشكل عام أنا بشوف يعني أنا بشوف زملائي بشوف كيف بيتعاملوا معهم بالشركات بشوف كيف كذا نحن عندنا شركتين ثلاثة عم يشتغلوا يعني لا كانت كثير هلأ بالأزمة هلأ صار ما بقى في غير اتنين ثلاثة أنا حكيتها هي قديمة حكيتها لما كان السورية وشام الدولية اليوم الوضع الإنتاج أفضل؟ هلأ أفضل رغم قلة الشركات الإنتاج نحن ما عم ناخد ربع 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 أجرنا لي؟ شو السبب؟ السبب ما في نقابة تشتغل على هذا الموضوع ما في وزارة الثقافة تشتغل على هذا الموضوع ما في رئاسة مجلس الوزراء يشتغل على هذا الموضوع لأنه بيعتبروا الفن ما من تبهيله الفن هو كل شي بالدولة هو صناعة كان سينما كان تلفزيون إذا ما اهتموا فيه منية اليوم مهمت مجلس الوزراء ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأجر والتدخل بالأجر؟ طبعا طبعا لا بيضلوا عفوا يعني شو بدي يحكي؟ ما بدي يحكي كلام أنا بتصور نقابة الفناني ممكن تتدخل لا لا كله كله بيكمل كله النقابة مين عملها؟ مين حاططها؟ مين ضبطها؟ طبعا شو أنحكي المؤسسات كلها هاي كلها مؤسسات تتبع للهرم الفن لازم ينشغل عليه كان كتابي كان إخراج كان تشكيل كان إعلام إيلي بديك يا بدي ينشغل عليه ومع مين شغل؟ لا في تقصير من النقابة ومن الوزارة في تقصير حكت لك بدين يجمعوا ليش هيك عم بصير ليش هيك الأجور؟ يعني أنت عم تاخد كنت مثلا ستة مليون أو سبعة مليون قبل سنتين مثلا بيجو هلا بيعطوك نفس الشي ستة مليون أو سبعة مليون رغم تخاوت الكل بيعرف الدولار كيف صار ما في شي مخبة يعني يعني حتى بالدولة عم بيبيعوا الدولار بألف ومتين وخمس كنا كان بخمسمية نعم نفس الأجر إذا مو أقل فبليش هيك عم تساوه؟ إلى أنه ما في رقيب ما في محاسبة نقابة الفناني المؤسرة اليوم مع تيسير إدريس كقيمة؟ أنا شوف أنا كفنان أو كإنسان بمشي دغري ما أحدا بيأثر معي ولا بأثر مع أحدا ما كتير بتهمني أي المواضيع ما مأثرين معي لا ولا بأثر مع هناك أنا بمشي بعرفت شو بدي تدفع رسومك والمستحقاتك عم تدفع وعضو نقابة يمكن من أكتر من ثلاثين سنة وأكتر من الأربعة وسبعين خمس وسبعين خمس وسبعين من خمس سبعين أنا عضو بالنقابة ما رأى عصر ازدهار وشغل للنقابة بستاني من السنوات يلي كنت فيها؟ لا أبدا متل ما دائما لعم يتغير فقط؟ آخر شي قلتلك آخر شي عنا لحنا الفند يعني وكل شي إلو هلأ شوف سعود المطر منين أهميته بتيجي؟ من الإخراج من الناص لا 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 أهميته من الفكرة لا شك مخرج مبدع صاز عبد حبيبنا وهو اللي كتبه بس الفكرة بتقول حافظوا على الحب وحافظوا على الإبداع على المبدعين على الكتاب أنا كنت مقدور كاتب كاتب صباح أسعد نعم مسكنينه بالملحة عايف حاله حافظوا على هالناس هاي يعني كل شي إلو علاقة بالحب زي ما نطبق هالفكرة بتزبط هلأ شلو؟ حافظ على طبعا حافظ هي بتنهض بالبلد هذول المثقفين كل شي إلو علاقة بالحركة الإبداعية كانوا إعلاميين كانوا مخرجين كانوا رسامين أي شي إلو علاقة بالإبداع اشتركوا في القناة